سلام حبوباتي الأميرة التاعي و شرعكم نتمنى انكم تكونوا كامل بخير و على خير حبيت نشكركم كامل كامل للناس لي علقوا لي تعليقات إيجابية وحطوا لي لي كومنتر شابين كيف كم انتم يا شابات حبيت نقول لكم مرسي بزيف و ربي يعطيكم متمنى و ربي يجازيكم على قدنيتكم و قلبكم الباهي كل عادة جيتكم و ما جيتكم شبيت دي فارغاجتكم معايا وصفة اقسم بالله من أروع الوصفات اللي ممكن تبقي على البشرة تاعك و راح تبيض لك البشرة تاعك اقسم بالله راح تمدلك تبيض أربع درجات من أول استعمال أقوى وصفة طبيعية وصفة هايلة و بمكونات بسيطة هاد المكونات موجودين في كل بيت ثلاث مكونات فقط في هذه الوصفة مكونات تاحها سهلة تمدلكم طبيعي ستوحدلكم لون البشرة تحارب لكم حب الشباب وتنحيلكم الهلد السوداء يلا تبعوا معايا الوصفة الاخير أولا نبدأ بالمكون الرئيسي و المكون الأول في هذه الوصفة وهو البطاطا بيانسور لي متواجدة في كل بيت دونك مكلا تتحجيلي و تقول لي لي وصفة صعبة ولا لا دونك كامل تنوضو و تجربوا معايا هذه الوصفة أي واحدة تشوف الفيديو تروح تجرب الوصفة هذي و ترجع لي في كومنتر و تقول لي تجربتها الشخصية أسكو عجبتها ولا لا و أنا متأكدة باللي راح تعجبكم كامل دونك البطاطا لبناتها رايعة جدا بسكو على بنابلي البطاطا فيها عن نشويات معروفة في الطبيض تبيضلكم البشرة من أول استعمال تعطيكم طبيض تنحيلكم كل البقعة الداكنة تنحيلكم هذيك الأسويدات مع فصل الصيف و مع السخانة هادي و البرونزاجة على البحر راح تبيضلكم البشرة تاعكم و راح تنحيلكم ما من الهلد السوداء تأخذوا حبة بطاطا تكون متوسطة الحجم بارك تكون صغيرة تقطعوها بعد ما تكونوا خسلتوها بيان بعد تقطعوها تقشروها وتقطعوها إلى قطع صغيرة فقط تديروهم قطع صغار بزيف بش هكا انهم يتيبوا لكم لهلي في الماء و بعد ستحطوهم في الكسرونة كسرونة ثانية تكون نظيفة بيانسو وتديروا فيها كاس تعماء وبعد ما تديروا فيها كاس تعماء يالبنات تحطوها على نار لأن النار هاديك تكون هادئة بيش اطيب لكم وتتغالى لازم للبطاطا هاديك كامل اطيب لكم بيش هكا تسهل علينا الطريقة وتخلينا انه انكملوا في هذه الوصفة وتتعاوننا وتمدلنا نتيجة هايلة البطاطا كما قلت لكم البنات معروفة انها تبيض البشرة تمدلكم تبيض خيالي من اول استعمال تقدر تستعملوها هذه الوصفة في كامل ما نقطع الجسم راح تمدلكم نتيجة رائعة جدا ولا يجربوا هذه الوصفة من قبل ولا يحكونا على تجربتهم الشخصية وماذا جربوهاش راح يروحوا كامل يجربوا هذه الوصفة ويجووا يحكونا على تجربتهم لان بعد ما طبت معي البطاطا انا كنت رحيتها فالرحية لازم نرحوها بها بالمتاحة كما هاكل تشوفو لتولي كما الطريقة هذي تكون مرحية كامل نصبو كمية قليلة براك لانه انا راح نديرها جوست في وجهي باك كمية قليلة والباقي تقدروا تحتفظوا به في الثلاجة عادي وتستعملوه مرة جاية ولا تديروا كمية كبيرة وتديروها في وجهكم في الرقبة تاعكم في اليد تاعكم في رجلكم في كل منطقة فيها اسويداد راح تبيضلكم الجسم تاعكم طبيض روعة والله هي البناء تراني شاهدة على وشاني نقول ثاني مكون في هذه الوصفة وهو حليب بودرة ولا حليب مجفف الحليب ثاني عنده فعالية مليحة في طبيض البشرة في محاربة التجاعد وكذلك يقللنا من ظهور علامات الشيخوخة وثالث مكون هو انشا لمليح صرتو لبنات اللي عندهم زيوت في البشرة تاعهم راح ينقصلكم من الزيوت راح يعطينا ذارة البشرة راح ينحي كل الشوائب لكين في البشرة تاعنا وينحينا حب الشباب اهنا لبنات انا قدرت مغرف واحدة برك من تاع انشا ومبعد كي طبقت الخليط في وجيه والماسك هذا لقيتو باللي طول اللي بزاف بهنشفلي بسيبوخصا انتو ما زودو متديروش ملعقة واحدة فقط منشا ديرو زمان عق يكونو بيا معمرين منشا تخلطو كامل هاد المكونات في ثلاثة مع بعضهم لحتى انتخلطو انتحصلوا عفوان على خليط يكون هكا ملاح يكون متماسك مشي هذك الجامد بزاف ومشي هذك الساء الخلال لانكم تحطوها على وجهكم يولي يسيل لكم انو يكون الخليط والقيمة متاعو كيما هكي ما راكم تشوفو فيه هنا في الفيديو على شكل كريمة هنا البنات اللي عم عندهم مش بشرة حساسة ولا البشرة تاحم ما تتحسسش من ليمون كيما انا البشرة تاحم نقدر فيها ليمون عادي ما تضرنيش ديرو ليمون والبنات اللي ما يقدروش ولا البشرة تاحم يشوفوها بلي تتحسس من ليمون تقدروا تديرو غير ماء الورد ولا تديرو الحليب يكون سائل تخلطوا المكونات كامل مع بعضهم في ربعة هكا ونروحو انطبقوا هذه الوصفة على وجهنا اول شي قبل ما انطبقوا هذه الوصفة وبهتنشحنا الوصفة هذه وتمدلنا نتيجة هيلف الطبيض لازم اننا نقشروا البشرة لابنات لازم تقشروا البشرة بمقشر سواء هذا المقشر يكون مقشر من فين تستعملوه من قبل او مقشر طبيعي اذا حبيتوا نمديلكم فيديو على مقشرة طبيعية حطولي في كومنتر اذا لقيت كي ينطلبوا تفاعل على هاد الشيذوكم دلكم فيديو في مقشرة طبيعية متضر لكمش البشرة تاكم وتطبقوها اعلى وجهكم بعد ما تكونوا قشرتوا البشرة تاكم يا البنات بياه وتخلصتوا من كامل خلايا الميتة وكل اغسلوا البشرة تاكم بما يكون شوية دافئ هكا بش تفتحوا المسامات وبين كي تفتحوا المسامات بعد ما تطبقوا الماسك بعدها راح تمدلكم نتيجة افضل وافضل تغسلوا الجهة تاكم كي ما قلت لكم بما دافئ تنشفوه وتروحوا تطبقوا معايا هذه الوصفة السهلة تحطوها في البشرة تاكم تطبقوها تحطوها على كامل مناطق في الجوجة تاكم ويتقدروا تديروها ماب تحت عينيكم نورمال بسكو البطاطا معروفة انها تنحي الهالة السوداء راح تخلصكم من الهالة السوداء بعد ما تطبقوا هذه الوصفة لوجهكم تخلوها لمدة 4 ساعة الى 20 دقيقة وين تشوفوا باللي الماسك نشفه مع الوجه تاعكم ولا هكا كي ما نقولو احنا جامد ولا تحسوا باللي جامد في وجهكم تروحوا ما تغسلوش هديراكت لابنات لازم تقشروه تحكوه هكا بحركة دائرية باش هدك الماسك يتنحي لكم وهكا راح ينحي لكم البقعة الداكنة كي تجو تحكو به هكا وجهكم راح تنحيوا كامل البقعة الداكنة والاسويدات التي كانت في الوجه تاعكم بعد ما تنحيو هدك الاسويدات كامل اللي بنات رحوا تغسلو الوجه تاعكم وراHA تشوفوا الطبيد من اول استعمال راح تشوفو بلي البشرة تاعكم صح ابيضة وتنحى لكم هداك الاسويدات تاع الشمس ولا تاع البحر ولا وبعدها ترطبوا البشرة تاعكم بمرطب مناسب لنوعية البشرة تاعكم الخساب المرتب اللي تستعملو فيه من أحسن أنكم تجربوا هذه الوصفة في الليل وباش نمدلكم نتائج أفضل وأفضل وكيما قلت لكم طبقوا الخطوات لمدتها لكم كامل هذه الوصفة تقدروا تستعملوها يوم بعد يوم إذا طبقتوها ودومتوا عليها راح تشوفوا بلي مع الوقت راح تمدلكم نتيجة خيالية في الطبيض ورح لابو تتبدل كمبلت مو طبياضي توحد لون البشرة يروح لكم حب الشباب تروح لكم الرؤوس السوداء تروح لكم دهون لكاين في البشرة تاعكم تعطيكم نظارة تعطيكم انتعاش وتشوفوا بلي البشرة تاعكم مشرقة ورطبة الوصفة هذي كما تكون بنات دوموا عليها راح تمدلكم نتيجة خياليا نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتمدوا لي تحكولي على تجربتكم الشخصية اسكوا فادتكم صح ولا ما فادتكمش وإذا عجبكم الفيديو نتمنى أنكم تخلوا لي تعليق إيجابي هكا باش تحفزوني أكتر وأكتر باش نقعد توجون نبرتجي معاكم هذي النوع من المحتوى ومتنساوش تبرتجي وهذي الفيديو مع صحاباتكم باش تعم الفائدة أكتر وأكتر وإذا عجبكم المحتوى وكنتي أول مرة تشاهدي القناة تاعي نتمنى أن تدري لي اشتراك وتحفزيني وتنضمي إلى عالم نورهان ومتنساوش تجو عندي كامل انستغرام تابعوني على قناتي حسابي في الانستغرام اللي عندها أي استفسار تبعتي ميساج